موسيقى اسمتي امينا لقمان بنت كازا بنت باتة بالتحديد كنقولها لان انا كنفتخر بها شي حاجة اللي من البداية كنقولها وكنكررها لان وخا حي شعبي وخا طبقة متوسطة الحمد لله بحنا كنت تحارب بمنطقة هاتلوش نديروشي حاجة صراحة مجال اليوتيوب كانش حال هذيك يعجبني كنت تفرش دي يوتيوب بحلكة اميغيكان خاصة على الكر لها لان كنت مخاليه هنا تغالي وكانت تفرش فيهم وما بزاف كيدلوا فيديو وشبه هكا وكتديما كان قول سعداتهم ما كراش ندير بحكا ولكن اللي بخدوة غاليين ما يعني ما نقدرش ما نقدرش نشري هذو كلي بخدوة ما قدرش نصور فيديوهات من اللي مشيت لتركيا من بعد الولادة ديالبنتي الولادة ديالة كانت صعبة بزاف وجاتني دي بخيسون صعيبة ما كانش عندي صحاب وهذا فقلت علاش لله غدين نتلها بشي حاجة اللي غدين ندير صحاف فيها ان بداب الوصفة لان الوصفة الطبيعية كانوا كيجوني بزاف وماشي مكلفين لانا في ذاك الوقت ما نقدرش نشري بخدوة شي حاجة أول مرة سافرت لتركيا سافرت بسبب عمل ولكن ما يعني ما توفقناش في مشي نحنا كروب كامل من مراكش باش نخدمه في تركيا ولكن ما خدمناش في الخارج عمّرها كانت في بالي ولا عمّرها الزوجي السابق كان تركيا الصعوبات هي الاندماج صعب تندمجي مع الناس للأسف اللي ما متقبلكش هذه هي أكثر حاجة اللي صعبة صعب انك تحاولي تردي صعب انك تحاولي تصبر على بسبب الحويش وكتقوني ماشي مشكل يعني عادي مدم انا كان بغيك كان موت عليك يعني اي حاجة انا ممكن استحمل على قبلك ولكن صعب مليك تلقى واحد الثقافة اللي صعب عليهم يتقبلوا الفكرة ديين انك جيتي منظرة بعيدة على بلادنا واخدتي شي حاجة اللي هي ديانا فصعب واخا كتحاولي كتحاولي عارتي هاي كان اتضل في الموضوع كان حسن مهم مو حاولة ببأت بالفاشل وتجربة صعيبة عليها صعيبة بالسحف أبدا أنا نقدر نعطي روحي ما نعطيش مندي حاليا انا بقى في مشاكل كبار بالنسبة للحضانة مثلا ممنوع لها انني نسافر ببنتي كما هو ممنوع عليه انا طبعا كنت خايفة على انه يسافرها يديها البلاد و يعني كان بلوك بالنسبة أن نحن بجوش لا أنا قدر نسافر بها ولا هو يقدر يسافر بها أما باش نعطيها هذي مستحيل بالنسبة الحضانة حاليا مازال يعني قانونيا باقي لأمور ما ما تحددش يعني أنا بغيت أن نأخذ الحضانة الكاملة ولكن أول خطوات للدرس هو أن تشي واحد فينا ما يقدر يسافر بها لا أنا قدر نسافر بها ولا هو يقدر يسافر هذي حاجة أنا أيها داراني أنا دبا في بلادي مع الولدة ديالي وعائلتي وما كان قدرش نستمتع مئة في المئة لأن شي حاجة ناقصاني ولكن كان قول الحمد لله على الأقل أنا مضطم أنا غدير رجع غدير لقاها ماشي بحالة كانت عنده الحرية التامة ممكن ممكن لقدر الله يديها وتبعيها تبعيها ما مشي ما كانش ختيار لأنه هو بحكم العمل دياله هو اللي قصرح لي أننا نتحول لإسبانيا أنا إسبانيا أو لتركيا فهي بحل بحل ماشي بحل مغرب مغرب هي بلادي يعني أنا أسرتي عائدتي حبابي الناس اللي كان عارف خليتهم يعني ممكن يقولون المسري مش هاتي فريق أنني نخلي تركيا أو لإسبانيا بحل بحل فبحكم العمل تحول لإسبانيا فعلا مؤخرا ما بقيتش مركزة على القناة واخيي واحد الحاجة اللي عزيزة عليها وعزيزين عليها الناس اللي وقفوا في جنبي ودعموني اللي هما الأخوات ديالي متابعة ديالي ولكن من كتر الضغوط النفسية اللي مريت بها مؤخرا خاصة من ناحية الطلاق ومن ناحية الحادانة ما كان قدرش نركز بساف ومسا ما بغيش نصور شي فيديو أنا بستخيسية أو لا أنا مريضة لأن بعد المرأة ما كان قدرش حتى نهضر شوفي بالنسبة للزواج الحاجة اللي تعلمتها هو أنك قدما تعرفت على الإنسان قدما طالت عشرتك به قبل الزواج عشرتك من بعد الزواج حاجة أخرى ما عنده حتى شي علاقة بدك شي اللي كان قبل الزواج إنسان قبل الزواج ممكن يعطك واحد الوجه ملائكي قدر يتهلا فيك ولكن بعد الزواج صافينتي دخلتي للعش القفص تد عليك هذه الساعات باش كتبع الحقيقة فالإنسان يتمهل أنا مش ضد زواج الأجانب الحد الآن رغم تجربتي أنا اللي للأسف ما نشحتش والحمد لله على كل حال ولكن كنقول تكلوا على الله مدى من إنسان مسلم أول حاجة ويعني أول حاجة أنا نصح بها هو أن الزواج يتم في المغرب هكا على الأقل كيجي هنايا كيكون واحد البحث دي البوليس كيعرفه منين جايش كيكون أصله وهادي وهذا يعني كالطمني من واحد ناحية أما بالنسبة اللي عيشتنا منورة الزواج التاشي واحد ما يقدر يضمن هالك يعني غير صلي وطلبة ربي أنك توفقي في الأختيار ديالك حنا كنا 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 نهضرو في الواتتاب أول مرة فاش أنا يا الله بديت يوتيوب هذيك ساعة مكسو كنا عرف أنا حتى شي واحد تفرش فقط في الفيديو ديال صفاء شانا اللي كان حماق عليها أنا هذيك البنت بززاف عزيزة عليها لأنها ما كتعرفنيش موالو وساعدتني بشكل غير مباشر مني مشات لي القناة ديالي فالناس اللي بحالها كتعرفت الطينة ديالهم زوينة بسا فقد دعيت معها لا أكثر ولا أقل صدقيني أنا أكثر وحدة حاسة بها والإنسان في ذيك الوضع أولى غير فضعي ما كيستحملش الإنسان يسوله كتكون صعبة حتى السؤال كيكون صعب فالإنسان إلا شتيه مكتائب أو لا عنده ضرر نفسي دعيمها فقط بلا ما تسوله يعني فقط المعاناة اللي هو عيشها راه تكفيه ما تزيدش عليها أحسن زايا فالله يسعد كل وحدة والله يفرجها من كل إنسان وصفة إنسانة طيبة بزاف وعزيزة عليها على المستوى الشخصي عزيزة عليها وخحنا يعني مشي سحابات سحابات مجرد معرفة هي إنسانة أنا طيبة بزاف أنا هاد شي كي حزني أنا هاد شي كي حزني والله يعني من صميم أعمق قلبي كي حزني لأن أول حاجة أنا صارة بقى نعقل فاش يالله بديت يوتيوب هذيك الساعة كنت 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 تبع النس اللي في تركيا كنت 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 تبعهم كيف أشك يديروا وفين كي يمشي والتصوير كيف أشدير بحالهم بحال جميع اليوتيوبرز الآخرين ومع المدة فاش واحد المرة كومنتي تلصارة يالله بديت أنا لشان جوبتني وهذرنا والحمد لله كانت على قزوينا صافة لباس هذا شوية صفي تبادلنا الأرقام ديال الواتساب وبقينا كنا نهضره مع بعضياتنا كما أنا كنت يعني كما كانت هيك تعطيني النصائح على مستوى القناة فأنا وربي شاهد عليها أنا مكنش كن بخلع عليها بالمعلومات اللي عارفة حيث أنا ديكسة عي الله باديوهي صابقانيس قريبا بحت 6 شهر يعني أنا المعلومات اللي كن أخدها من يوتيوبرز آخرين ما كن بخلش عليها على الناس يعني كنقول دير الخير رغي أرجع لك ولكن باش عاونتني احنا أنا غنقول لك كان واحد تعاون متبادل حيث أنا ما غاديش نقول لك لا ما عاونتنيش كان تعاون متبادل كتوريني كنوريها والسبب أنا والله العظيم ما فهمه وربي شاهد علي وحيات بنتي عز ما عندي بقى نعاقلة ديكساعة كنت مسافرة وهدرنا في الواتساب وهي كانت على مؤضم في الكارا دينيز وقلت لها شوفي وقلت لها من اللي رجع نديروا أنا وياك بحركة نطلقا ونصوروا أنا وياك فيديو قلت لي يا صافي وخا ومنورها صافي مبقيناش هدرنا ومن اللي ما هدرناش أنا تلاهيت مع الفيديوهات مع علاشين مع كل شي فجأة كان تفاجأ واحد الفيديو اللي هي صوراته وبدأت كتول شي هدراء اللي درنتني في خاطري لأنها ماشي فيها وبقى فيها الحال وقلت صافي خليها وأنا ماشي من ذلك النوع اللي غادي مبقا نتجو في الفيديوهات قلت صافي خليها ما هادشي درني في خاطري درني في خاطري لأنني بالنسبة لي أنا خسرت صديقة كان ممكن أني كسبك على الدوام ما انتيا ما معرفت ما كان قدرش نفهم بعد المرات للناس كيفش تغيير اسم القناة كان طبيعي لأنني مبقيتش في اسطنبول وصافي قلت الماثالي لأنني مش حال هادي وأنا بغا ندير شي حاجة ديالي مشروع ديالي وثاني حاجة ما بقيتش مهم لوجيك ما ما بقيتش في اسطنبول لي كدخل القناة كيلقاء اسطنبول كحسب لي أنا بقى في اسطنبول إيا عندي فيديوهات سياحية بثاف اسطنبول ولكن ما صافي بالنسبة للمشروع ديالي الصراحة مش حالة دي وكنت بغا نديره مش حالة دي وكنت بغا نتبدأتي وندير شي حاجة اللي في نفس الوقت نشكر بها لأخوات ديالي المتابعات اللي ديمك يدعموني وقلت أشنو غا ندير أنا أعزت حاجة كتعجبني هي أي حاجة في الكوسميتيك بغايت ندير براند ديال الكوسميتيك وش حالة ونخدم عليا شحات المختبرات شفتم يعني بغايت نعطي بريميوم كواليتي وفي نفس الوقت نشكر الناس اللي دعموني وإن شاء الله بإذن الله ستكون واحد الجوزء كبير من الأرباح ديالنا مارك غايتمشي إن شاء الله الدور الأيتام وهذا شيء غايت يكون موثق يعني ما شيء غايت يكون غير هادراو كلام بحلقاء هاد شيء غايتحط بالدليل غايتحط في لاباج انستاقرام وكل شان إن شاء الله المداخيل غايتحيد منه واحد الجوزء اللي غايمشي الدور الأيتام نشكر الناس اللي يعني بحركة المتابعات اللي بشكل غير مباشر غايتعونوا هذوك الوليدات وفي نفس الوقت نعطيهم واحد البرودوي اللي هو اللي هو طوب وخاصة أن الشيا باتر أنا ديما كنقولي من الناس أنا كان حماق على الشيا باتر فالبرودوي أول باك غادي يكون في الشيا باتر اللي غادي تكون من تعالجين يعرفة الشيا باتر تكون ريحة ديالا قوية فأنا بغايت نديرها بريحة زوينة اللي هي ريحة الفاني وأنا متأكدة بأن البرودوي ما غاديش يحش منينا أنه وعر وعر ما قدرت أنت قادتك تكون على أشكالها وأنواعها يعني من كل فاني نطرب إذا متمليش ولكن في الأول صراحة كنت كان بكي كنت كان بقى نعقل أول مرة أول فيديو نزلت وقيت شاحت بحركة عيرني أو لا عيرني على شكلي ومشيت للمرأة وبقيت نبكي 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 وقلت لله يا رب الله وإذا بدأت تخلقتيني هكا وإذا لم أبني كانت فكرة كنت أجيني الضحكة يعني جاتني غريبة ولكن مع الوقت كديك انتقادات على ما عرفت على أي حاجة على أي حاجة ولكن مني كتدوذي واحد الوقت في يوتيوب كتولي فيه كتولي عارفة اللي متبعك ولي غير ما عجبتيش ما عجبتيش داخل يسبك وطلع طبعاً كار باكر فاكر لانني أستحق انني نعيش في واحد الحياة اللي هي على الأقل فيها راحة بالا أنا ما أقصى المتطلبة ديلي ما غنيش نقولك أنا غني عيش السعادة غني عيش مرتاحة وفراحة بالا إلا لقيت ولد الناز علاش لا ولكن حاليا لا ما كان بكرش دبا إلا بغيت أنا مثلا ندير البوز كان بإمكاني صدقيني والله من القلب كان بإمكاني أنني مشي نفصل مليون متابع وإنما نفوتها لو أنني درت واحد الفيديو اللي بزاف طلبوني عليه السبب الحقيقي للتلاقي ومبدأ نشد هذا كسيد ومقى نحط العيوب دياله ونبهدل فيه ونشوه السمعة دياله صدقيني كنت غانوصل مليون متابع في رام شتيعين وغندخل واحد المداخل خيالية ومقى نقصم القيصة غندير فيها سلسلة ولكن أنا ما بغيتش نديرها شي علا قبل بنتي ما بغيش نحشب بنتي في واحد النهار تحلي يوتيوب وتشوف شي فيديو ما يعجبهاش يجرحها ولا يجرح الأب دياله مهما كان هذا كسيد شاركت مع حياتي وحد الفترة مهمة ما يمكنش ما يمكن وعلاقة بالبنتي أنا ما قطرتش طبعا ضد طبعا ضد طبعا أنا يعني بش يعني مثلا واحد الإنسان عاشرت وشاركت معه الطعام مهما كان شوفي ما وخي كون ظالمني وخي كون ركب فيها الأمراض وخي كون فيها أجدر فيها ما نقدرش أنني ندير فيديو نسبوه في العالم خاصة إلا كانت مشاكل أسرية وكينين ولدات مني يكونون ولدات راما كسوكيش تفكري فرا سكرا كيبالك غير هذك لوليد ولي البنيتة هوا غيكبر واحد شوية غيعرف يستعمل يوتيوب غيدخول الفيديو غيسمع صدقيني ما غي يعجبوش الحالي لقرأت تعليقات يعني تفكري كان فكر غير نفسية بنتي مثلا أنا لقدرت فيديو بحلاكة ودخلت قرأت تعليقات ما نقدرش أنا بغيتها تكون فخورة بي بغيت ندير شي حاجة اللي ما نحشمش بها بنتي هاي عندها ثلاث سنين ما أنا ما بغش نحشمها بي لا بي شكل مباشر ولا بي شكل غير مباشر را قلتلك حاليا مشاكل القضائية اللي أنا فيها صفي ما غديش تبقى تبقى تبين بنتي ما عندش لحق نبينها ومن ناحية أخرى كنقول الحمد لله مزيان صفي ما بقيتش بغاها تبين فا ندير واحد الفوكس على الخدمة هاد المرة إن شاء الله غا تكون غير الخدمة وصفي أهم رسالة من القلب تنعطيها لأي أخت تتبعني عتامدي على راسك هذي كان قولها منذ الأزل عتامدي على راسك خدمي على راسك ولو في الدار ما بغيتش قاعد خدمية للمرتاحة راجلك ما الله يفيك الله يخليه لك ولكن تعلمي تعلمي حرفات تعلمي صناعات تعلمي لغة طوري راسك باش وديدت كيف ساخرو بك يعني مش بالطرورة أنك صفي راجلي الله يخليه لي إياه الله يخليه لك ويبارك فيه ولكن عتامدي على راسك تعلمي شي حاجة لوليداتك فاش يكونوا خارجي من المدراسة ويشوفوك واقفة يقولوا لصحابهم شي هذيك را ماما شي هذيك بغيت بنتي تدير بغيت بنتي مني تكبر وتشوفني تقول را هذيك را ماما أنا بغيت تطفتاخر بي هذا هو الهدف دياني من الشيك كامل بنتي هي السبب اللي مخليني حية بكل صدق أما عندي شي سبب أخر الوالدة ديالي أوكي الوالدة ديالي وبنتي صدقيني ما عندي تش سبب أخر كي خليني نصبر على بسفت الحويج بسفت ضغطات وبسفت ما تنبغيش أنا نبارتجي هذا الشي لأنه ما عنده بش يفيد يعني كل إنسان بكيدخل يوتيوب كيبغي يفوج على راسه أنا أغنزيج الناس وصافي اللي وقع اللي وقع ولكن الإنسان يهذر الراس ويزيد القدام ويتوقل على الله أكيد ربي جايب شحة جزوين أنا متأكل متأكل أهم حاجة بغيت نقول لكم شكرا مبارك الله فيكم على دعمكم على محبتكم على اللي لايك فكرت بزيف باش نشكركم بشي طريقة وديما كنت كان قول لكم يا ربي يجي شي نهار اللي نعرف كيفاش نشكركم على الدعم وعلى الحب وعلى كل شي وهذه هي الطريقة إن شاء الله لكم اللي غا تلونسا واحد جزء كبير من المداخل اللي غا يكون متبت في الإنستغرام غاديمشي الدور الأيتام وكل مرة إن شاء الله غادي نختاروا دور بحلكة في المغرب هاد الشي من بعض الله سبحانه وتعالى الفضل ديالكم فاشكرا جزيلا لكم وكان بوسكم كان عنقكم زورونا على صفحة رسمية ديال لالا مولاتي واتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد